التقى رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضر موت العميد روكن سعيد المحمدي بمقر المجلس بمدينة المكلة منتخب وادي حضر موت للسباحة المشارك في بطولة البلدة المفتوحة للسباحة المنعقدة بالمكلة يوم الجمعة الماضية وأعرب العميد المحمدي باللقاء عن مباركته لما حققه المنتخب في منافسات بطولة السباحة التي شارك فيها أبطال المحافظات الجنوبية والتي أتت بمناسبة موسم النجم البلد السياحي هذا وأعرب الوفد من الإداريين واللاعبين والفنيين عن سعادتهم بهذا اللقاء واهتمام قيادة المجلس بالشباب والرياضيين شكرا